طبيعة الواقع نتيجة لانهيار الوضع الاقتصادي وتوقف الأعمال وتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية وتوقف الانتاج الاقتصادي كل هذا أثر بشكل مباشر على وجود فرص العمل الناس خرجت من أغلب الأنشطة الاقتصادية وذهبت في وضع البطالة لم يتمكنوا هؤلاء الناس لأنه توقفت الانشاءات وتوقف النشاطة المقاولة كثير من نسبة الأعمال التي كانت تستوعب كثير من الأيدي العاملة هي أشغال المقاولة اليوم لم يكن هناك نشاطات إعمارية ولا نشاطات في هذا الجانب حتى تستوعب الأيدي العاملة التي ترتص في الشوارع بالآلاف حتى تتحصل على فرصة عمل ما إلى ذلك يومي لتوفر على الأقل الحد الأدنى مما يوفره حاجته الأساسية لشراء الغذاء لأولاده هذا الوابع في حد ذاته هو نتاق طبيعي لمسألة الصراع من قسام البلد وحالة عدم وجود الدولة وحكم البلد في الميليشيات سواء في الشمال أو في القنوب فالكل الآن البلد تخضى أساسا لسيطرة الميليشيات وليس لحكم الدولة الدولة بمقرد اسم مسمى كرافعة سياسية أو كعنوان سياسي لكنه في الواقع ليس هناك نظم وليس هناك مؤسسات تعمل في الواقع لإدارة أوضاع الناس وإدارة مصالح المجتمع هذا الوضع بحد ذا تؤثر على إمكانية توفير الأمن لتحقيق قذب للاستثمار قذب للحركة الاقتصادية المختلفة وما إلى ذلك كل هذا هو عامل أساسي من عدم الأمن نعم